السلام عليكم ومشارككم امتمنى تكونوا كامل بألف صحة وعافية ولدت لكم بعد غياب عدة أسابيع وذلك للأسف ان الكاميرا تعيب فما قدرت اني نصور لكم فيديوهات توحشتكم بزيف وولدت لكم بوصافات جديدة سهلة بسيطة ورح ندهلكم بكمية وفيديوهات خاصة بالحلويات لانه نعرف الصيف والأفراح والمناسبات والأعراص ورح ندهلكم اليوم بالحلوه الرخاميه حلوه بزيف بنينه رائعه شكلا ومذاقا حين نبدو بعجينة السابر الخاصة بذي الحلوه اللي حين نحتاجو فيها الى 200 جرام من زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة ايضا نحتاجو الى 4 ملاعق من السكر الناعم نحتاجو ايضا الى ملعقتين كبار من الميزينة ليه النشاء ايضا حنستعمل عطر الفانيليا نستعمل ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة اللوس طبعا اختياري تقدروا تستغناء عليه تماما اكيد سيعطينا طعم مميز ولكن يعني مهوش ضروري بثاف نضيف بيضة كاملة كل المقادير هيدو راح نضيفهم بالباطر باش تولي عندي الكريم باش من بعدها يعني كنحط زبدة جيني عجينة تصابلي بثاف خفيفة ويعني حتى الكميات تكون كمية ملاحة الحمدان طلع على يعني اعلى سرعة مدة تقريبا سبع دقائق بعد ما تبليلي كريمة كما راكم تشوفوا في هذه المرحلة هنجيب كمية الفارينة المنخولة كما راكم تشوفوا هذي يعني فارينة منخولة والكمية هي دائما نضيف كمية زبدة تقريبا يعني مش بالضبط لانه عندي ميتين جرام حنستيج حوالي ربعمية جرام من الفارينة ولكن تحطوهاش على مرة ثم تحطوه بشوي ربما تحتاجوا اكثر او اقل لعني على حسب حجم حبة البيض يعني كين احيانا وينحتاجوا قلب وينحتاجوا اكثر ثم تتماسك سولي عدنا عجينة متماسكة ولكن طارية حاولوا دائما انكم متكفروش الفارينة متنشفوش العجينة انو اذا شفتوها حين تحسوها تسفتت ومتوليش متماسكة ملح كما راكم تشوفو هنا راه عندي عجينة طارية وهذا هو القوام المطلوب يعجينة السابلي سواء تخليوها ترتاح او اذا ما كانش عمتكم الوقت تقدرو مباشرة تفتحوها كما نفتحتها هنا على سيليكون لا تقاندوا يدروها في بابي كويسون ولا اي ساشيني لون واختارت اه المول انو اخترت اهنا شكل اللقاطية يكون شكل مربع تقصها بهذا الشكل بنسبة للسومك راح يكون تقريباً ٤ ميلي متر يعني حاولوا انو العجينة متخصوش بزيفة ركيكة هذا الشكل وايضا عندي شكل يعني الحبة العلوية هي تكون عبارة عن نصف من الحبة السفلية فبعد ما حين نديرو الحبات السفليين نحطوهم في أصنية حين نديرو الحبات يعني العلويين لما حين يكونوا النصف في الحبة السفلية يعني حين تشكل عندنا مثلث لأن محبة المربح نقسموها على اثنين ونفس الشياء نحطوها في الصينية راح نطيبوه في الفرن على درجة حرارة متوسطة تكون تقريبا حوالي 150 إذا كانت فرد عكم بزيف سخون تقدوا حتى نقصوها حتى 130 مدة تقريبا عني 10 دقائق حين نلقعتوه للصابلي لازم ما يحمرنيش قدنا لو نخفي فقط من الأسفل ننتقل الغلاسات راح يكون بالشوكولات البيضاء والسوداء بالنسبة للشوكولات البيضاء أنا استعملت هذه بات أغلاسي هي مش يعني شوكولات مكان شوكولات بيضاء هذه النوعية يعني استعملتها هي نوعية جيدة لأنه لقيت الكثير الكثير منكم فستطلهم الشوكولات في العيد يعني شوكولات البيضاء دائم لقوا فيها مشاكل مشاكل ولكن يعني أنا شخصيا جميلت فيها مشكل يعني لأنه طريقة التحضير طريقة بسيطة جدا أنه نحطها في حمام مائي بدون أي إضافات والنار تكون بزيف نقصة يعني الشوكولات البيضاء حساسة وتتحرق لنا لهلي يعني هذاك البخار فقط يقدر يحرق لنا هذه الشوكولات فانتابهو فقط أنه يعني الماء ميقس هايش ولا زيت ولا حليب ويلو بأي إضافات بالنسبة للوصفات اللي يضيفون لهم الماء هذيك وصفات خاصة غلصاش خاص من يصلحش يعني الجميع أمنوع يعني الوصفات لذلك هذي حتكون بدون إضافات ونفس الشي بالنسبة للشوكولات السوداء فقط للعني الأخرى نقدروا نضيفون لها كمية من الزيت وشولينا يعني تلمع عندي أيضا تحضير أخر لي حنديرو لهو شوكولات غابي رحيكون في النصف المقابل للحبة العلوية رح نضغابي شوكولات هذا الشكل حين جيبوا قطعة من الشوكولات حن نحتاج يعني البيضة والسوداء حن نغطيها يعني في الجهة يعني تكون خشينة كما راكم تشوفوا فقط بالنسبة للشوكولات يعني البيضة ليست كالسوداء سوداء نحصوها شوي يعني متماسكة قاسحة يعني قاسية بزيف يعني كتد تكون تربيو فيها جيكم سهلة لذلك قبل ما تستعملوها تخليوها يعني في الثلاجة في مباد تستعملوها باش تجيكم سهلة وما تتكسروا الكومش مضبوا الكومش يعني في اليد لأنه عني الحرارة تحسن ملهج بزيف والكمية على حسب يعني كمية السابلي اللي تستعملوها مكانش كمية يعني محدودة هذي الشوكولات غضبية و الآن هنروح لغلاساج الرخامي هنخدمو كما راكم تشوفوا ذي الشوكولات البيضة هذا هو شكلها يعني راهي ناجحة مئة بالمئة عندي أيضا كمية من الشوكولات السوداء كما قلكم ولكن كمية تكون يعني قليلة عن تكون تقريبا نصف في شوكولات البيضة لأنه عندي كمية قليلة ذوبتها في الميكرون وزدت لها ملعقة سيت راح نجيب صينية ولا تجيبوا بلاتو ولا تجيبوا صحن تاع اينوكس يعني من المستحسن انه يكون اينوكس إذا توفر عندكم راح نحط فوقو كمية من الشوكولات البيضاء بهذا الشكل فيما بعد نديرو خطوط من الشوكولات السوداء وليس العكس يعني احنا نحوصوا غلاساج رخامي بش يصلح لكم نزم كمية شوكولات البيضاء تكون يعني كمية كبيرة بزاف على كمية شوكولات سوداء لأنه اللون يعني الأسود يغلب دائما على اللون الأبيض لذلك نحط فقط خطوط كما لكم تشوفوا بشكل عشوائي فقط راح نجيب سكين ونحاول اني ندير هدو تسمى وجهت هذا الشكل هذا هو قناسات رخامي لحستعمله فاح ehrlich ولم ت захص Drug هنا كنت حذرت يعني قد أصب عشوه بعد مطابله ويجبو يرد كما راكم تشوفوه هذا و چكله ذلي لون يعني أحمر واني نحكمو هذا المثلث وبهذه الطريقة راح نحطوه في الوسط ويحاولو انو ندخلوه في معبادة راحين نجبدو الحبة بهذه الطريقة راحين تحصلوا على قلاساج ولا ارواح يجيروا خامي عشوائي بزيف هيل وحسيتوا يعني بزيف سهل المبتدئات انهم يحصلوا على قلاساج شوكولات ولا ارواح ولا ابسط يعني شوفوا كل مرة تحصلوا على شكل يعني رائع ايضا كمية شوكولات يعني حتى لو كانت عنكم كمية كبيرة من القادو مش حين يعني تحتاجوا الى كمية كبيرة من الشوكولات لانو اصلا حين نستعملوا هذه الكمية في ربع حبة فقط يعني فكل مرة كنت ندخلكم تحصل على شكل مختلف بقلاساج يعني رائع ثم طبعا تكملوا كامل كمية ضربة واحدة يعني قبل ما تجملتلكم الشوكولات حولوا دائما تستغلوا يعني الوقت بالشكل الجيد بش يعني خلصوا الوصفة في اقل فترة ممكنة بالنسبة فقط لاحين يسألوني يعني يلي عدنا نكلاساج بهذا الشكل يعني بعد ما يفسدلنا ويتخلطنا و declaringiche جينية الشكل مليح راح نتعود لنفس الطريقة تحطوا كمية من الشوكولات البيضاء طبعا اكبر من الكمية اللي حدطتها انكم تعودونوا ادрروا طبقة اخرى من الشوكولات البيضاء واذجون تحطوا لها خطوط قليلة هذي المرة من الشوكولات السوداء كل مرة تنقصوا الخطوط لانو تكون عدنا كمية sung building شوكولات السوداء كمرا هي في الاسفل تحطوا غير حاجة قليلة و تولي و تديروا خطوط و تحكموا حبيت القاطو و تزيدوا تعقبوها بنفس الطريقة ايضا ملاحظة ثانية او السؤال الثاني اللي حين تستطرحوه اذا جمد اسمنا الشوكولات و شحين منديره طبعا و نشحين نعوده من جديد راح نتحطوا فقط هذه الصينية في حمام مائي في ذاك البخار راح لشوكولات سعيد و تتسيح و تكملوا القلاساج بشكل عادي جدا فيما بعد نصف الحبة السوفلية راح نتدهنوها بلاباتا تاقتيني و راح نتلزقوها هذيك المثلث و الجهة الاخرى راح نديروها بالشوكولات غابي سواء كانت البيضة او السوداء تكون يعني وصفتنا جاهزة و الحلوة يعني يرا هي جاهزة هذا هو شكلها يعني النهائي شكلها بسيف رائع هاي الوصفة يعني سهلة و ايضا يعني يزعمر العين يعني ما شاء الله اي اسئلة عنكم على الوصفة خليوا في الكومنتير مشا الله هنجاوب على كل اسئلتكم هذا هو الشكل الحبه يعني يتكون بالشوكولات البيضاء و الاخرى اللي يتكون بالشوكولات السوداء سواء نديروهم في زوج و لا خيروا يعني اللي يعجبتكم و لا ارواحك لصاجرة اي انتمنى انكم تجربوا الوصفة وتعجبكم اذا كان هذا هو فيديو نهائي اليوم و كان سرية وصفتنا لنهائي اليوم اتمنى انها تكون عودة موفقة ايضا اتمنى اني نفيدكم بوصفات اخرى في الايام القادمة دومتم اوفياء دائما و الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة